لطالما سمعنا عن تحقيقات فتحت هنا وهناك سواء تعلقت بفساد اختلاس تزوير وغيرها ولطالما أمن منها الآمنون بحقائبهم الوزرية الذين منعتهم حصناتهم من تلك المساءلات عبد الملك سلال هذه المرة يخرج عن المألوف وعن الأعراف السائدة في جزائر ما بعد الاستخلال بفتح تحقيق خاص به أصحاب الحقائب الوزرية وشعاره من أين لك هذا لا أمن اليوم إلا لمن أمنت من يديه خزينة الدولة وأملاكها خطوة سلال الأولى كانت بمرسلة وزراء حكومته بمساءلة رسمية تخصص دواجية الجنسية خاصة وأن الكثير منهم يحمل الجنسية الفرنسية استدعائهم للتحقيق معهم في تاريخ حصولهم على الجنسية الثانية أكان ذلك قبل الحصول على المنصب أم بعده خطوة سلال هاته جاءت بعد تعليمات واضحة من رئيس الجمهوري عبدالعزيز بوتفريق بتعميق التحقيقات سيما وأن سبعين وزيرا من مجموع سبعمائة تعاقبوا على الحكومات الجزائرية منذ الاستقلال يتوزعون اليوم بين دول أوروبا خصوصا فرنسا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية بل أن من بينهم من يحمل جنسية الدولة المقيم بها فالأرقام كبيرة جدا بعد أن شملت ظاهرة التجنس إطارات الدولة المتوسطية الشأن وحتى قادة الأحزاب قضية التدقيق في الجنسيات وتعددها بين إطارات الدولة لم تأتي عبثا أو من باب الإحصاء بل لما آلت إليه الجزائر ومعرفته من اختلاسات وقضايا فساد لا تزال عالقة إلى حد الساعة كان السبب وراء عدم تمكن السلطات من الوصول إلى أصحابها الجنسية الثانية التي كانت غطاءا وذرعا لهم منحهم حصانة حالت دون تسليمهم للقضاء الجزائري